النهاردة كمان معانا واحد من أساطير الكرة العالمية أساطير من الأساطير الأوليلة اللي كانت رائعة 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 على مر التاريخ اسم أرجنتيني كبير هداف كأس العالم 1978 هداف من الطراز الرفيع اسمي كبير جدا اسمي مهم جدا واحد من اللعبين اللي حصلوا كثيرا على أفضل لعب في أمريكا الجنوبية واحد من اللعبين اللي حصلوا العديد من الجوائس على مر التاريخ يكفي انه هو زامل ديجو ارماندو مانادونا وهو ايضا لاعب عظيم وكبير بنتكلم على ماريو كامبس نجم منتخب الارجنتين الاصبك وهداف كأس العالم 78 زي موت حاكم معايا الان عبر زوم صباح الخير يا فندم مشرفنا ومنورنا اهلا بكم اهلا بكم مساء الخير كيف حالكم شرف كبير لين على التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10 ان يكون معنا واحد من اعظم مهاجمي كرة القدم على مار التاريخ وبالنسبة لي شرف لي ايضا وهي المرة الاولى او اعطاك المرة تسانية التي اتحدث فيها التلفزيون المصري وهنا سعيد بهذا هذا الشرف كبير لين طيب سؤالي الاول لك هو المنتخب الارجنتيني المنتخب الارجنتيني انعشقه هنا في مصر كما يعشقه العالم كلك الجميع يعشق المنتخب الارجنتيني ونجوم تاريخيين في المنتخب الارجنتيني بس بداية كده احب اذكر الناس بالنجوم العظيمة لشركتك في الملعب مع المنتخب الارجنتيني وذكرياتك مع المنتخب الارجنتيني قبل ما نخش على موضوعات حالية في كل العالم فيما يخص الكرة العالمية لا يوجد لاي مشكلة في الحقيقة ان ارتداء الفانيلة المنتخب الارجنتيني هذا افضل ما قد يحدث لي في التاريخ كأس العالم 1978 كان بطولة كبيرة للمنتخب الارجنتيني واكيد بطولة تحمل معها العديد من الزكريات ابرزها طبعا حصولك على هداف هذه البطولة ما ستتذكر من هذه البطولة العظيمة للمنتخب الارجنتيني كان لدي حظ كبير ان اكون الهداف وتم اختيار احسن لعيب العالم من خلال هذه البطولة وانا كنت سعيد جدا بهذا اللقب وهذا الانجاز الذي حققته في الوقت الحالي المنتخب الارجنتيني لا يمر باعظم الاحوال رغم فوزه ببطولة كوبا امريكا مؤخرا ولكن هو المنتخب الذي عشقه الجماهير او زلت عشقه الجماهير على مر التاريخ ليس هو المنتخب الذي كان به لعبين عظماء الان نتحدث عن لاعب كبير هو ليونيل ميسي وبعض اللاعبين بجواره في المنتخب الارجنتيني وليس الكثير من النجوم حقيقة ان المنتخب الارجنتيني اليوم انه في حالة تغيير عام يمر به يخشى الناس تقدم العمر بليونيل ميسي اعتقد بان هذا المنتخب من الممكن ان يسبب الفرحة كبيرة للارجنتينيين في جيلك العظيم كان هناك لاعب عظيم واسطوري وتاريخي هو دييجو ارماندو مارادونا ما تذكر فيه او ما هي ذكرياتك مع هذا الاسطورة الكبير في تاريخ كرة القدم بالتأكيد كنا زملاء في المنديال في نفس المنتخب ومن بعدها لم ألعب معه بعد ذلك ولكن انا اعطاك انه كان افضل لعب في تلك الحكبة وقد برت هذه الحكبة في تلك الحكبة فقط ولا على مر التاريخ عندما كان دييجو في اعتقد فعلا ان دييجو ايامها كان من افضل لعب العالم اي النجوم حاليا تتوقع انه هم يبقوا مستقبل للمنتخب الارجنتيني بعد ليونيل ميسي اللي يتقدم به العمر يوما بعد يوم في الحقيقة انا اعتقد انا اامل ان لا نعتمد على لعب فقط ولكن نريد ان نعتمد على كثير من اللعيب وهذا يعطي قيمة للفريلانجنتين لا نعتمد على لعب فقط ولكن نريد ان نعتمد على الفريق ككل المنتخب الارجنتيني الان تتوقع انه جاهز لكأس العالم 2022 قادر على نفوز بهذه البطولة ولا لا يملك حاليا النجوم او اللاعبين او الجهاز الفني اللي ممكن يعهله انه يفوز بهذه البطولة لا اعتقد ان المنتخب الارجنتيني لديه متخب عظيم وليه اللاعبين جيدين جدا اعتقد 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 حتى لو ميسي تخلف عنها او لم يكن في المنتخب ولكن لدينا الان فريق معد جيدا باللعيب وبالتالي الافضل اذا كان هناك ميسي سيكونه الافضل حالته هل ترى ان رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة اضر باللاعب اضر طبعا ببرشلونة ده شيء مؤكد ولكن هل اضر ايضا بليونيل ميسي اعتقد نعم انهم الاثنين تم لضر بهم لان برشلونة ديسبوس بعد مغادرة ميسي لم يكن هذه البرشلونة لازم نعلم ان هو برشلونة دايما يفوز وميسي في الباريس سان جرمان هو ينقصه الكثير ينقص ان يجد نفسه ينقصه ان يجد الحماس والشرارة التي تجعله يلعب افضل حالته لده باريس سان جرمان العديد من النجوم الكبار بجوار ليونيل ميسي لماذا لا يقدم ليونيل ميسي مستوى عظيم مثل ما قدمه مع برشلونة في فترات سابقة لا اعلم لماذا ولكن هو ايضا بدأ الموسم متأخر جدا بسبب الجائحة وبسبب المبارسة التي تلعبها مع المنتخب لم يعطي له الفرصة ان يعود لليقطي او ان يقوم بالعودة لاداء السابق حتى الان المنتخب الارجنتيني بدأ يعتمد على عدد كبير من اللاعبين الشباب في قوامه الاساسية عكس السنوات الماضية هل ده في رأيك مفيد في الفترة القادمة؟ اعتقد لانهم شباب اللاعب يشاركون في اعظم منتخب العالم وبالتالي يعلموا دورهم جيدا سوف يكون بدور مهم جدا في كسر العالم اعتقد انهم كسران لن يكون سهلا ولكن سوف نرى ماذا سيحدث بهم هناك منافسة خاصة بين المنتخبين البرازيلي والارجنتيني دائما على مر التاريخ الناس تتحدث حاليا عن قوة كبيرة للمنتخب البرازيلي اكثر من المنتخب الارجنتيني رأي حضرتك المنتخب البرازيلي والارجنتيني كانوا دائما مبرق قصيرا بين الاثنين فيها تنفسها عالية جدا لكن اعتقد ان المنتخبين كبيرين على مستوى العالم طيب اريد سألك عن رأيك في كأس الامم الافريقية الاخيرة لو كنت شاهدت بعض المباريات فيها نعم لقد رأيت بعض المباريات وعجبتني كثيرا وكان هناك نهائي عظيم جدا واعتقد اننا سنفر مثل هذه المباراة في تأهيل كأس العالم بالضبط مصر والسنغال هتكون مباراة اخرى في تصفيات كأس العالم رأيك ايه في هذه المباراة ورأيك ايه في اداء منتخب مصر على مدار البطولة لكن اعتقد انهم سوف يقدمونا عرض مشابه وطبعا بشخصية صلاحة الرائدة التي بارسها واعتقد اننا سوف يكون عندكم منتخب جاي جدا ولكن يجب عليهم ان يفوزوا لابد ان يفوز احد الفريقين طبعا لنا منافسة قوية جدا واعتقد اذا كانت مصر تريد ان تدخل الكأس العالم لابد ان تفوز في المباراة القاضبة فهي مباراة مهمة جدا للمنافسة للحصول على مقد في كأس العالم مواجهة كبيرة بين محمد صلاح وساديو مانيه تتوقع من يفوز بيها لقد رأينا كرة القدم فانو عملنا معقدة جدا فان كان في نهاي كأس افريقيا وصلنا الى ضربات الجزاء وبالتالي كلنا نعرف من الذي سيففوزه لكن كانوا يؤديونا اداء جيد وبالتالي قد نرى مثل هذه المباراة في تصفية لكأس العالم لان مباراة تستحق المشاهدة ولكن سوف يكون هناك الكثير من المعاناة في تلك المباراة طيب بشكل عام عايز اعرف رأيك في اداء محمد صلاح في الشهور والسنوات الاخيرة في الحقيقة لا لا نتحدث على الشهور الاخيرة ولكن على السنين الاخيرة ولكن هو كان حظن سيء عندما اتحدث عن المباراة في 2018 عندما وجه ريال مدريد وعندما تم اصابته واستقصائه من المباراة ولكن قد عاد عاد بقوة وعاد بانه ممر جيد وهدف جيد عاد في استكمال لياقته ومهاراته وبالتالي سوف نرى مهاراته ولكن انه يقضي اداء جاي في ليفربول لو سألتك الآن اوجه شبه بين محمد صلاح وليونيل ميسي تقول لي مختلفين تماما مختلفين تماما اعتقد بأن نوع تصنيف اللاعبين قد تريدوا ان تشاهدهم الاتنين يلعبون قد يكون بعض احد هذه اللاعبين قد يصب بالانانية عند التسجيل ولكن انهم لعبين جيدين لو لعب ليونيل ميسي مع محمد صلاح في فريق واحد تتوقع بينهم من سجام في الحقيقة اذا توجدوا الاتنين في فريق انهم في لياقتهم البدانية من نزل 200% وفي مهاراتهم اعتقد سوف يكون خط هجوم مرعب ولكن لا اعتقد انا سنراهم في فريق واحد هل تتوقع بقاء بقاء محمد صلاح مع ليبر بول مع المناقشات في تجديد التعاقد في الفترة الحالية بالتأكيد بكل تأكيد بالتأكيد انا ليس لدي اي شك وبالتالي اعتقد ان محمد صلاح يريد ان يستمر في ليبر بول لانه ماضى هناك في ليبر بول والتأكيد في ليبر بول من 3-4 سنوات هيا بس مع رأيك ايضا في البرتغالي كالوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر المدير الفني السابق لريال مدين مساعد السير أليس فريكسن السابق مع منشستر يونيتد مدرب عظيم ليس فقط المدريد وليس فقط المنتخب المصري ولكن درب الكثير من الفرق والمنتخبات وهو مدرب زو مكانات عالية جدا ويفهم جيدا ما يريده ويفهم كيف يلعب واعتقد بان هيا سيكون احدى اسباب صعود مصر كاس العالم طيب عايز عليك كمان مين في رأيك أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي لا أرى لا أرى أن هناك لعب قد حسم هذا التصنيف لصالحه ولكن هناك كريسانو دونالدو أو ميسي برغم وجود فرق قبير بينهم ولكن إذا تحدثنا عن الهدفين في أنه يوجد صلاح وليفندوسكي وهلن وبنزيمة ولكن ولكن هما اللعب مختلفين حتى أنا أقول هناك اللعب مميز حتى اسحك اللقب مفردا لا أره واضحا الآن طيب عايز تألك كمان عن مهاجم بيلعب حاليا في الكرة العالمية كان أو هو الآن يشبه أدائك في الملعب أعتقد أن وضعي في المركز في المتخب كان خط الوسط وهذا كان يعطي حرية لأي لعب أن يلعب في المستطيل الأخضر فأني لم أركز في هذا الشيء وبالتالي لم يلفت نظري لعب يشبهني لأن كل لعب يكون مختلف على الآخر ماريو كامبس نجم منتخب الأرجنتين السابق خدف كأس العالم 1978 أنا حياتشرفت جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا على هذه المدخلة القائمة واحد من الأساطير الكبيرة في تاريخ كرة القدم من اللعبين المهمين جدا في تاريخ كرة القدم واحد من أهم الأسماء اللي جات في تاريخ المنتخب الأرجنتيني حاجة تشرفنا جدا التواجده معنا في البرنامج في حلقة اليوم طيب